السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد كانت مننا يا ربي يلقاكم في تمام الصحة والعافية وبأحسن الأحوال وعلى ما يرام بالنسبة للفيديو دليوم وحد الفكرة اللي هي جديدة ومختلفة وأول حاجة اللي غادي نحتاجه هنا كي كتشوفو عندي الاندوي هنا بالنسبة الكمية استعملت تقريبا 200 جرام وعندي الرمله بالنسبة الرمله عادية يعني اللي كيبنيو بيها غادي تاخدوها غادي تصفيوها من ذاك الحجر اللي كيكون فيها كبير وغادي نعبرو واحد تامان ديال كاس وغادي نضيفوه الهاد الاندوي هادا اللي عندنا هنا يا بالنسبة الهاد الاندوي كيتباع عند الدروغري تامان ديالو ما غاليش كيدير 7 درهم مثل 8 درهم للكيلو أنا أختيت هنا غير واحد الكيمية قليلة كيف قلت لكم لحسب هاد اللوحة اللي عندي هنا يا سافي كان خلط الخليط مزيان مع بعدياته حتى كيمتازج مع بعدياته بل يبقى خسار ملك نضيف واحد شوية سافي نحصلوه على واحد الخليط بحل الكريمة يعني ما كيكونش تقيل بزاف وفي نفس اللوقس ما كيكونش خفيف سافي غادي ناخد اللوحة اللي غادي نطبق عليها هاد العمل اليوم بالنسبة اللوحة هي هادي كيكا تشوفو هنا يا في الصورة هادي صايبتها غير أنا في المنزل لأنها كتقام اقتصادية مقارنة لاجي تتخدوها واجدة بالنسبة للطريقة رها عندي يعني را صورت لكم طريقة قبل ما نبدأ هاد العمل هادا صورت لكم طريقة كيفاش تصايبو الإطار الصورة في الفيديو ان شاء الله القادم إلا كنتوا بغين أنا نحطو لكم نحطو لكم مرحبا سافي دبا مباشرة كان ناخد هاداك الخالط اللي عندي وكان دوسوق هاد اللوحة هادي او اللفوق هاد طابلو هادا وكان بقى نوضعوها كا بواحد الفرشات بهات الشكل هادا يعني طريقة ره سهلة ما كان استعملها تقنية لاتشي حاجة بشكل عشوائي كان بدعا نبسط هاد الخالط بهات الشكل كيكا تشوفو وكان حاول انا نديرو حد طبقة تكون نوع الما ساميكا يعني ما نديروش حد طبقة اللي تكون رقيقة بس ها فيها انتو ما كيكا تشوفو كان حاول انا نكمل بنفس الطريقة حتى كان نغطي هاد اللوحة هادي كاملا اللي عندي هنا في الصورة بالنسبة لها التقنية هادي ممكن تطبقوها في الطابلو بهات الشكل ممكن انكم تطبقوها في حائط يعني إلا كان عندكم شي حائط مثلا حائط اللي كدرو فيه تلفاز وبغيتو تزينو حتى بهات الشكل هادا او بهات الطريقة غايجي الشكل ديالوزوي وانو آنيق ومختلف والاهم هاد الشي انه يعني ما كياخدش منه شي اشي اكتيرا نهائيا ولون دوي كيف قلت لكم تاما ديالو رخي صور رملا خلاص يعني را بتوفرا في اي بلاسة كان نلقوها غير بالرامر مية سوف نستمر بنفس الطريقة كيف قلت لكم حتى كنغطي هاد الاطار كامل كنحاول انانين يعني كل شي جواني بيجي مستويين مجيش واحد البلاسة فيها كيميا كتيرا ديال هاد الاندوي ورملا وبلاسة لا كنكمل بنفس الطريقة دبا بالنسبة للزين كندوز هادي ناخدو واحد المشت ديال الشعر هادا كل المشت الرقيق اللي كان نشطبه الشعر ديالنا انا اختيز كان عندو واحد المشت طويل وقسمتوه في النصف كيكتشوفوه دبا غادي ندوز باش نشرح لكم الطريقة كيفاش كان بدان زين هاد اللوحة كان اخدو هاد المشت كان حطوه بشكل افقي ويعني يكون مستقيم هكا بهات شكل افقي كيكتشوفوه بالصورة وكان ضغروه بهات الطريقة هادي بحال نصف دائرة كان وصلوه النصف وكان حبسوه وكان حيدو الفائد ديال هاداك البرو دوي اللي تكون عندنا بنفس الطريقة عاوتاني كان حطو الفورشات في وسط يعني في النصف ديال 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 نصف دائرة اللوله وكان دورو بهات الطريقة باش كيجو هادوك انصف الدوائر مخشيين في بعدياتهم ديما فيما كان ديروش نصف دائرة كان حيدو هاداك الفائد لاندوي اللي عندنا وكانكملوها انتوما كان ديرو هادا الفورشات هادي اولا عفوا هادا المشت ديال الشعر هادا كان ديروه بشكل مستقيم وكان مشيو على شكل نصف دائرة بهات الطريقة والفائد اللي كي تكون لنا في المشت را كان حيدوه كان جيو الاسفل عاوتاني كان ضربو الحساب باننا غادي نديروه حتى من الاسفل هادو كننصف الدوائر مددخلين في بعدياتهم صافي هكا كان استمر بنفس الطريقة يعني تقنية راها ساهلة كنتو غاد تبقوها فوق هادا اللوحة بهات الشكل كنتو غاد تبقوها في الحائد حتى هو نفس الشكل كان دوروه كان يعني كنديرو انصف الدوائر بهات الطريقة كان حطوه ديما هادا المشت هادا ديال الشعر ديما كان حطوه بشكل مستقيم اولا بشكل افوقي وكان دوروه بهات الطريقة على شكل نصف دائرة وكان حبسوه وكان حيدو هادا كالفائد كان جيو عاوت للدائرة التانية بنفس الطريقة بحيث ان هاد دوائر هادو يعني اولا هاد انصف الدوائر كيجو مخشين في بعدياتهم سواء من الجوانب اولا من الاعلى كتجي دائرة فوس الدائرة هنا كيكا تشوفو يعني الشكل دياله الطابلو بده كيتتاضح وفي الحقيقة هي واحد طريق يعني واحد الخدمة اللي هي مسلية بزايف وزوينة وكتحسو بواحد الراحة مني كتقوا الظهور هادا المشت هادا بهات الشكل كيكا تشوفو معايا سوفي كان استمر بنفس الطريقة حتى غنكمل هاد طابلو هادا كامل بنفس الشكل كان حط المشت ديالي ديما بشكل مستقيم كيكا تشوفو اولا بشكل افوقي وكان دور حتى كان حصل على واحد نصف الدائرة بهات الشكل اضروري ان انا نحيدو هاداك الفائد اللي كيتكول لنا في المشت باش هكا يعني فادوك السنينات يكون ما فيهم تاشي حاجة باش يصايبوا انها هاد الشكل اللي راحنا باغين بهات طريقة كيكا تشوفو هنا في الصورة سوفي بش ما نطورش اليكم انا غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل اللوحة ديالي كاملة بهات الشكل ومبعد ما كملت اللوحة كيكا تشوفو كان خليوها تنشف كتاخد وقتها ممكن تخليوها يعني ليلة كاملة انا بالنسبة لي خليتها غير بعد سبع ولكن درتها في الشمس يعني طلعتها السطح وخليتها في الشمس حتى انشفت مزيان انتم اذا كنتوا تخليوها غير في الدرد تخليوا واحد الليلة كاملة سوفي هادا هو الشكل ديال اللوحة لباك ادوز واحد المرحلة باش غادينا نحقو اولا نديرو بحال شكل ديال الصنفارة لهاد اللوحة هادي بالنسبة لي انا غنديلها هذا الصنفارة هادي غير مع الجوانب يعني غادي ناخد هاد الورق هادا من الاحسن انكم تاخدو الورق لللون ديالو اسود ركيت باع عن الدروقري انا غنجي غير الجوانب غادي نحاول انانينفينيهم مع بعدياتهم انتم بغيتو يجيكم حتى السطح ديال اللوحة مستوي اولا يجيكم الملمس ديالو يعني هاد السطح ديالو بغيتو يجيكم ملس سوف نديرو هاد الصنفارة هادي حتى من الاعلى انا بغيتو يبقى هكا خاشي نعجبني الشكل ديالو هكا سوف يبقى ما فينت الجوانب دا بغادي ناخد الصباغة باللون الدهابي غادي ناخد غير هاد الصباغة هادي ديال البخاخ طابعة الحال الالوان كيبقى ليكم اختيار تستعملوا الدهابي او لا الفضي او لا اللون اللي بغيتو سوفي الطريقة سهلة كيكتشوفو كناخد هاد الرشاشة الصباغة ديالرشاش وكان بقى نسباغ في اللوحة بهات الشكل هادي يعني هانتو مشكل ديال هكي يجيزويهم بزاف سوفين بعد اما كان سباغ كان ناخد هاد الحبيبات اللامعة اللي هي بطابعة الحالكة سبقى وحد المرحلة اللي هي اختيارية كان نضيفو هكا فوق هاد اللوحة هادي غير باش نعطل هاد العمل هاد وحد اللمعة انطلقوا باش نشوفو الشكل النهائي ديال الطابلو اللي شاركت معاكم اليوم او للفكرة اليوم هاد هو الشكل النهائي ديال الطابلو وحتدو كل حبيبات اللامعة يعني كي اعطوها واحد المنيضة الرائع وكيف قلت لكم هاد الفكرة ممكن تطبقها حتى على الحائط كي يجيزشكل ديال هزوين وانيق وهدا هو الفيديو دياليوم بلا ما نزيد نطول عليكم كتر وكانتمنى يا ربي نكون خفيفة رفع على قلوبكم واللي بغيت وصل معايا في الخاص مرحبا غير نخليكم الانستغرام ديالي مكتوب هنا يا واللي باقي ما اشتركش كانتمنى انه يشترك معنا في القناة ويدغط على الزر اشتراك ويفعل جرس باش يوصلوا كل جديد واللي عنده شي سؤال او لا شي استفسار مرحبا غير نخليوها لي في التعليقات وانا كنجاوب كل شي باذن الله وشكرا الى فيديو مقبل ان شاء الله